أبو إبراهيم يسأل يقول بالنسبة لتشبه الرجل بالمرأة أو تشبه المرأة بالرجل معلوم بأنه من الكبار وأن ورد فيه اللعن لكن لو استعمل الرجل عطر المرأة هل يدخل في التشبه؟ الجواب لا إذا استعمل الرجل عطر امرأته فأنه لا يدخل في التشبه بارك الله فيك ولذلك ورد في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالجمعة قال يعني وتطيب من طيب أهله يعني طيب زوجته ولذلك لو تطيب الرجل من طيب امرأته فلا يعد متشبها ولو تطيبت المرأة من طيب زوجه لا تعد متشبهة لكن طبعا الأفضل والأكمل أن يستعمل الرجل الطيب الخاص بالرجال أن يستعمل الرجل الطيب الخاص بالرجال لكن لو تطيب من طيب امرأته لا حرج عليه في ذلك